اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام كابتن عماد هل اجرت المساحات خلف ضغراء الجنب وخلف دونجا في شرط تاني كمحدثة في الشرط الاول في بيرامدز لا ويمكن دي النقطة اللي اتكلم فيها كابت فاروق اللي اتكلم فيها كابتن محمد عمر ان الخبرات موجودة في بيرامدز اكتر بكتير جدا عن نادي الاتحاد الشرط الاول احنا اتكلمنا عن المساحات اللي كانت موجودة في بيرامدز يعني لو قدروا يجيبولي زي مولت حرك اللي 35 و50 ثانية هيبنلنا الفرق بين الشرط الاول والشرط التاني كانش موجود المساحات خالص اللعيب بيرامدز والمدير الفني يتعامل مع المباراة بشكل جيد خبرات اللعيبة بانت في الشرط التاني قفل المساحات بشكل كبير جدا واستغلوا السرعات والامكانيات الفنية والمهرية لعبدالله السعيد والرمضان صبحي والتحرك تراوري النموذجي في الهدف التاني خلص هو قدم المباراة اللي هو عايزه سجل هدفين فكانش محتاج ده فيه كورة اعماد فيه كورة جات الاتحاد 4-5 لعيبة من الاتحاد بعد 2-0 يقدروا يجيبوا هدف ده قبل ضرب الجزاء تشوف الكسافة العددية بتاع بيرامدز كامل لعيب هشوف بقى هنا بنتكلم على الخبرة وبيضغطوا على لعبة الاتحاد الكورة ما عرفتش تخرج من رجليهم اللي راح تراحى على جنب الشمال ما راحتش اللي شريف اخوام الضغط هنا الخبرة انه ما تدكش المساحة دكش الفرصة ما تخلكش تاخد قرار ان انت